اجتماع الوسط الإعلامي بمختلف طيافه هو المؤتمر الصحفي الأول من نوعه للتحالف العربي في اليمن بقي القادة العسكريون الميدانيون للتحالف بعيدين عن كتيبة الإعلام اليمنية التي تعمل في سياق المعركة ذاتها حتى انعقاد هذا المؤتمر اجتماعنا هذا يوضح بشكل عام الصورة بمختصر مفيد لكم عن وضع الميداني لأن ربما ناس تستطيع أن تغطي بطريقة أو بأخرى ونس لا تستطيع أن تغطي مبادرة تحسب للقائد قوات التحالف في مارب العميد السعودي إبراهيم الحربي الذي غلبت على مؤتمره الصحفي رغبته الملحة في إعادة بناء العلاقة مع الإعلام اليمني المساند للتحالف وحرصه على بناء منهجية سليمة لاستقاء المعلومات المتصلة بالحرب لا جديد في مسار الحرب فيما ورد في تصريحات العميد الحربي سوى هذه النبرة المتفائلة بشأن قرب معركة استعادة صنعاء وهي أقرب الخيارات تحققا إن صدق التحالف في عزمه هذا سوف نصل قريبا حسب ما خطط من القيادة الأعلى لنا إلى صنعاء إن شاء الله بوقت قصير وليس بعيد ذلك ففي جبهة نهم كبرى مسارح العمليات مع الإنقلابيين والقريبة من صنعاء تبقى المواجهات المتقطعة هي السمة البارزة على الرغم من دخول كل صنف الأسلحة تقريبا في هذه المواجهات بما فيها الطيران والحسم في هذه الجبهة كما في غيرها من الجبهات لا يرتهن إلى الشروط الميدانية للمعركة بنظر المراقبين بل للقرار السياسي الذي أبقى جبهة نهم التي يشرف عليها العميد الحرب مفتوحة طيلة هذه الفترة إقدام التحالف على فتح قنوات اتصال مع الإعلام اليمني المؤيد للشرعية يراه المراقبون مؤشرا على استمرار المعركة لانحسارها في وقت تتعظم فيه التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بمسار الحرب فيما يبقى الحسم هو الخيار المتاح لمواجهة هذه التحديات متعددة الأبعاد موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة